السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايا بقلبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال لو انتم بتشوفوا فيديو النهاردة. النهاردة بقى نستغل موسم البرتقان. ونفرز مع بعض البرتقان بطلت طرق مختلفة للتفريز. هنعمل كمان عصير البرتقان المركز او شرباط البرتقان المركز. ونحفظه كده عندنا في التلاجة او في الفريزر. هيسهل علينا جدا العصير في شهر رمضان. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا. حطولوا لايك لو عجبكم. ولو اول مرة بتشوفوني. اهلا وسهلا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. سوبيوا لي كومنت صغير منكم. قولوني انتم من اي بلد. عشان ادخل ورحب بكم. يلا بنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف الفيديو مع بعض. معي هنا اول حاجة كمية كده من الجزر. انا معي حوالي اتنين كيلو ونص من الجزر. هبدأ كده اشير القطعة اللي فوق وقطعة اللي تحت. وهقشره كده بالمقشرة بسرعة كده او او ممكن تقشره قشرة خارجية دي كده بالسكينة كده. تعملوها آآ كحت كده بالسكينة. وآآ هنبدأ بقى نقطعه كده مع بعض. طبعا التأشير ده بيوفر عليك خطوة انك آآ تصفي الجزر بعد ما يدرب يعني مش هيحتاج النواة تصفية خالص. وآآ بيكون كده في اشور او في زي شعيرات كده. فبتتجنب ان تكون موجودة معاك في العصير. هقطعه آآ حلقات في الشكل ده كده. انا هستخدم الجزر ده في عمل العصير المركز. العصير المركز ده بيكون جاهز على آآ نحن نحط عليه مية على طول. هنشوف الطريقة بالتفصيل مع بعض. هقطع كده كمية كده كويسة. انا معي اتنين كيلو ونص فانا احط اتنين كيلو في حلل واحده. وهحط نص كيلو في حلل واحدها. تمام? هنفرز مع بعض البرتقان بتالت طرق مختلفة. طريقتين آآ البرتقان هنعصره بالعصارة. اللي هي العصارة بتاعة البرتقان. وطريقة للناس اللي ما عندهاش عصارة وعايزة تضرب العصير كده في الخلاط. برضو هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا لآآ تفريز البرتقان عشان ايه يبقى جهز على الدرب برضو في الخلاط على طول. هقشر كده كل الكمية اللي عندي بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم لما تيجوا تمسيكوا المقشرة خلوا القاعدة بتاعة الجزر التحت على اديكو. والجزء الرفيع لفوق عشان ده كده هيسهل معيكو اكتر. وكمان مش هتتعوروا من المقشرة. كده انا عملت الكمية كلها. حطيت الاتنين كيلو في الحلة اللي هي الاستلس اللي انا بحط فيها السكر دلوقتي. وحواني نص كيلو او اكتر حاجة بسيطة في الحلة التانية. آآ الاتنين كيلو دول انا حطيت عليهم كيلو من السكر. وهبدأ كده اجيب مية واغطيهم تماما بالمية. زي ما انتم شايفين كده عشان ده اللي هنعمل بالعصير المركز او الشرباط بتاع البرتقان. هبدأ كده ارفعهم على النار. طبعا الحلة التانية هحط عليها مية بس من غير سكر خالص ولا اي حاجة. هبدأ كده ارفعهم على النار. النار تكون هادية. آآ لمتوسطة لحد ما يستوي معايا. اللي عليه السكر ده انا عاوزا يستوي معايا ويتهيري جدا جدا. والتاني يكون مستوي بس مش مهري قوي. وهقول لكم ليه وايه الفرق بين الاتنين. هبدأ كده ارفعهم على النار لحد ما يستوي معايا وبعد كده وريكوا شكلهم. انا مجرد بس ان انا غطيت الوش بتاعهم بالمية بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهرفعه كده على نار هادية. يغلي كده ويستوي براحته خالص. بعد كده معايا كمية من البرتقان. انا هفرز حوالي خمسة وعشرين كيلو اللهم مبارك. فآآ بدأت كده اخسل شوية بشوية. اهم حاجة لغسيل كويس جدا جدا. باخسل كده واحدة واحدة. تحت الحنفية. يفضل كمان تخسليها كده بزبنشة. اللي بتاعة المواعين تكون جديدة. تمام? هبدأ بقى اخد واحدة واحدة كده بعد ما غسلته وصيبته يتصفى. وهبدأ قطعها آآ جزئين بالشكل ده كده عشان نبدأ نعصرها على عصارة البرتقان. عايز اقول لكم ان طريقة العصير دي من احسن آآ طرق العصير للبرتقان. لان البرتقان آآ ولا بينزل فيه بزر او اشور. فمش يعني مستحيل ان هو يمرر معاك يعني دي افضل طريقة للعصير. لكن لو ما عندكيش عصارة برضو هنتصرف هقول لكم طريقة تعملوا بها برضو البرتقان بطريقة حلوة جدا في الخلاط. هبدأ كده اجيب العصارة وهبدأ اعصر الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده شوية بشوية. دي الطريقة اللي احنا بنعمل بها البرتقان في الخلاط. هنعمل ايه? للناس بها اللي ما عندهاش عصارة. هبدأ كده اخد البرتقان وبقشرها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بشيل القشرة معها الجزء الابيض بتاع البرتقان بالشكل ده كله. يعني لازم اشيل القشر كله آآ بالقشر الابيض تمام? يعني القشر الابيض مع القشر الاصفر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ببدأ اقطعها حلقات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وببدأ اشيل منها البزور. طبعا نسيت اقول لكم ان انا البرتقان اللي انا مستخدميه ده برتقان بلدي. بس اللي من دول مسكر جدا وتعمه حلوة قوي. بعد اقطعها حلقات. وبفرج من الحلقات دي البزور والبزور بيبقوا حوالي خمس ست بزور كده في البرتقانة. زي ما انتم شايفين هتلاقي البزور زهرة معاكو سهلة قوي ان انتم تشيلوها يعني. برضو الطريقة دي سهلة وما بتاخدش وقت ولا حاجة. كده عملت الكمية اللي انا آآ عاوزة اعملها وهنا ده الجزر بتاع اللي انا كنت حطاها لوحده من غير سكر ولا اي حاجة. ويقت سلق معي وبقى طري كده تضغطي كده على واحدة بايدك تلاقاه كده بتتهرس معاك في ايزك تعرف ان هو كده تمام استوى. هبدأ كده كل طبقة حطي فيه شوية من البرتقان وشوية من الجزر. طبعا النسبة والتناسب دي على حسب آآ الطعم اللي انتم بتحبوه. يعني حابين الجزر اكتر تمام. حابين البرتقان آآ طعمه يكون باين اكتر زي ما انتم عايزين. انا حطا زي ما انتم شايفين كده تقريبا الكمية يعني المؤربة لبعضها. تمام? وعايز اقول لكم ان الجزر من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا جدا لعصير البرتقان وجد لما جربتهش قبل كده جربوه على ضمانة يعجبكم جدا جدا بيسكروا وبيدي له آآ طعم حلو وكمان بيدي له لون حلو. تمام? هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة ما عندكوش اطباق زي كده هتحطوها في اكيس عادي ما فيش اي مشكلة لتنين مع بعض. آآ بنتطلع كده الكيس او الطبق وبتحطوها كده على طول في شرشة الخلاط ونزودها المية والسكر تتدرب كويس جدا في الخلاط وبعد كده بتتصفها بالمصفى ويطلع معاكو احلى عصير برتقان من غير عسطارة ولا اي حاجة الطريقة دي مخصوص للناس اللي ما عندهاش عسطارات زي ما انتم شايفين عملت كل الكمية عملت خمس اطباق بالشكل ده كده برضو حلوين اوي وهطلعهم كده على الخلاط على طول برضو من حاجات السهلة والبسيطة جدا جدا. انا عملت بس خمس اطباق حوالي كده نقول اتنين كيلو بس برتقان ونصف كيلو بس من الجزر مش اكتر من كده. يعني كمية بسيطة خالص وطلعت لي خمس اه خمس اطباق زي ما انتم شايفين. كده انا كنت عصرت كل كمية البرتقان بالعسطارة زي ما انتم شايفين اللهم مبارك عملولي كمية حلوة قوي. حطيتهم في الحلة دي لاني ما عنديش طبق بلاستيك كبير. لكن الافضل انك تحطي اه يعني العصير زي البرتقان او اللمون. في حاجة بلاستيك او حاجة اه استلس او حاجة اه ازاز تمام? ليه? عشان ما تتفاعلش مع العصير اللمون عشان طبعا تعرفين الحاجات الحمضة اللي زي كده بتتفاعل مع الالمونيوم. تمام? بس دي كانت الحاجة الوحيدة الكبيرة عندي فحطيت فيها. دلوقتي انا ببدأ كده ااخد شوية من عصير البرتقان. ده عصير برتقان خام. آآ بدأت كده ااخده في اكياس عندي ده خام مع له السكر ولا عليه اي حاجة ولا مية. تمام? ده كده اقدر ازوده مية وسكر واضربه في الخلاط او 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 قلبه عادي بالهند بليرتنر او اي حاجة. تمام? وبرضه يبقى عصير برتقان. اقدر استخدمه كمان في الاكلات اللي بيدخل فيها عصير البرتقان زي مثلا البط بالبرتقان اللحمة بالبرتقان الشاورمة اي وصفة بيخش فيها عصير برتقان فده عصير برتقان خم من غير اي سكر خالص. اخدت بقى بقى الكمية دي نصف الكمية التاني طبعا كان الجزر التاني السلق معي كويس جدا اللي كنا حطين عليه السكر. تمام? انا كنت احط عليه كيس سكر كامل. تمام? كيلو سكر. وبدأت ااخده كده على الخلاط وضربته كويس جدا زي ما انتم شفتوا كده معي. بقى عامل زي العصير. بدأت اقلبه على باقي كمية البرتقان اللي عندي. عايز اقول لكم ان هو بيبقى طعمه مركز جدا في السكر وكمان في العصير. يبقى الكميات اللي انا استخدمتها ايه? انا استخدمت اتنين كيلو من الجزر. حاتيت عليه كيلو من السكر. اغطيت نوعه بالمية. سلانهم على النار لحد ما تهروا جدا. واتضربوا في الخلاط. وعليهم عصير عشرة كيلو من البرتقان. يعني عشرة كيلو برتقان اخدت العصير بتاعهم بالعصارة الكهرباء. تمام? ويقلبت عليها عصير الجزر دايما انتم شايفين كده بكل سهولة وبساطة. سهل جدا جدا. ده عصير مركز او شرباط مركز البرتقان. هبدأ بقى احفظه عندي في اكياس كده وهحطه في الفريزر. كل كباية من العصير ده تعملك لتر كامل من العصير. تمام? يبقى ده عصير مركز في السكر وكمان في العصير بتاعه سواء جزر او برتقان. فالكباية الواحدة منه تعملك لتر كامل. يعني ما عليك اجد انك هتطلعي الكيس هتسيبيه فك. تمام? او هتفقيه بالمية. وهتحطيه كده في شفشأ آم العصير وهنكمله كده بالمية لحد لتر كامل. زي ما انتم شايفين سهل قوي وبسيط جدا جدا. آآ باش هياخد منك مجهود. زي ما كل مرة هتيجي تعملي عصير هتعملي جزر لوحد وهتعملي عصير برتقان لوحد وهكذا. فا آآ الخطوة دي او الطريقة دي هتسهل عليك كسير جدا جدا في شهر رمضان. انك هتطلع الكيس كده بس هتزوديه مية وخلاص. فهيبقى سهلة قوي قوي معاكي. هعمله دلوقتي عملي معيكم. دلوقتي انا معيه هو الشفشأ آآ العصير. حطيت في كده حواري كوباية من العصير البرتقان المراكز اللي عملنا. وهزود باقي الكمية بالمية. زي ما انتم شايفين المية هي هزودها بمية من جير سكر ولا اي حاجة خالص. طبعا السكر حسب الرغبة لو انتم حابين ما تحطوش آآ كيلو آآ سكر بتحطوا اكتر من كده زي ما انتم عايزين. يعني ممكن تحطوا كيلو ونص مسلا من السكر. ما نصحكوش تحطوا اكتر من كده عشان ما ما يطلعش مسكر اوي معاكم على كميات اللي انا عملتها معاكم في الفيديو. دي ما انتم شايفين كده بدأت اصبها هوا تفضلوا بقى معنا احلى عصير برتقان. حلو جدا 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 جربوه متأكد ان هو هيعجبكم قوي. كده انا عملت معاكم البرتقان او تفريز البرتقان بترى طرق مختلفة. هنشوف كل الكمية اللي تلعت معنا دلوقتي من حوالي خمسة وعشرين كيلو من البرتقان او عشرين كيلو لان انا اكلنا منه زي ما انتم شايفين دي كده الاطباق بتاعتي خمس اطباق عملت كمية محترمة من عصير البرتقان المركز وده تقدروا كمان تحطوه في ازايز وتحطوه في التلاجة باب التلاجة كده وتاخدوا منه برضو شوية كده في كباية وتكملوها مية وتبقى معاكم جاهزة زي الشربات الجاهز وده كمان الاكياس اللي هي برتقان سادة خالص اللي هو العصير البرتقان السادة اللي من غير جزر ولا اي حاجة اللي هي بتلونها اصفر الناحية التانية دي كده كل الكمية اللي تلعت معايا ويا رب الفيديو كده يكون عجبكم حطوله لايك وعملوا شير للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع الفي سلامة حبيب قلبي